أهلا مجددا انتهت اليوم محادثات صدفتها القاهرة بين حركة حماس ووسطاء بهدف توصل الاتفاق لوقف اطلاق النار في غزة نقلت توكيلة رويترز عن القيادي في حماس باسم نعيم أن الحركة قدمت مقترحاتها بشأن اتفاق وقف اطلاق النار إلى الوسطاء خلال يومين من المحادثات وتنتظر الآن ردا من الإسرائيليين الذين غابوا عن هذه الجولة اشتركوا في القناة